تحياتي من أول ما انتهى كأس العالم ورجعت مباريات الدوري فيه ظاهرة في الدور الإنجليزي الكل بيتكلم عنها نجم برايتون كاورو ميتوما الجناح الياباني اللي أصبح من أكثر اللاعبين تأثيرا في نتائج فرقهم في البرمير ليك بشكل واضح واللي أقنع نادي برايتون أنه بيعت روسار لأرسنال الأمور تمام فشو قصة هذه الموهبة أو شو قصة هذا السحر الياباني برايتون من الفرق اللي اتطورت كثير في مجال الداتا والبيانات والمعلومات عن اللاعبين لمستوى أنه البعض بيقول أي لعب يتقلق موجود في كرة القدم عنده إحصائيات واضحة بتلقى برايتون بيسمع فيه متهمة في البدايات كان متردد في مسألة أنه يلعب كرة قدم وأصلا كان ممكن ما عرفنا عنه ولا زورنا عنه فيديو كان كثير مقدر العلم وحابب يدرس أكثر من ما يلعب فحصل على شهادة التربية البدنية في جامعة تسوكوبا مشروع تخرجه كان عبارة عن دراسة مهمة جدا وأساسها كان قائم على تركيب كاميرا على رأس أحد الزملاء في الملعب وكيف نظره بتغير لما تجي كرة وكيف بيشوفها وكيف بيكون رد فعلهم ومجال رؤيتهم لحظة استلام الكرة بعد ما خلص الدراسة وأخذ الشهادة ميتوما قرر يلعب كرة قدمه كان عمره 22 سنة وعمر متأخر شوي تدخل فيه كرة احترافية مثل فريق اسمه كواساكي فرونتالي وهناك ميتوما كشف السبب قالك لما كان عمري 18 سنة بلعب ما حسيت نفسي أني بقدر أكون بالفريق الأول ولاعب ممتاز حسيت أني ما بقدر أوصل مستوى اللاعبين اليابانيين اللي راحوا على أوروبا فقلت ممكن أحسن أروح أدرس بس فعليا مستوى ميتوما انفجر سريعا مع فريقه الياباني مشاركاته كل يوم كانت عم بتزيد وأهدافه ومساهمته كانت بتزيد في عام 2020 ساهم بـ 26 جول سجل 13 سنة 13 وفي الموسم اللي بعده ساهم بـ 12 هدف عشان هيك برايتون يتحرك بسرعة وتعاقد معاه مقابل 3 مليون يورو وعلى طول برايتون أهاروا لنادي يونيون البلجيكي وفي هذه الإعارة فيه درس مهم برايتون برر علنيا أنه السبب الإعارة أنه يتعود ميتوما على الكرة الأوروبية لكن في الحقيقة لو تذكروا أني قلت كان عند اللاعب مشكلة ثقة بنفسه في البداية مش عارف حاله هيصير لعب مهم بأوروبا ولا لا أعتقد برايتون بفريق الكشافة تاعه بفريق البيانات اللي عنده بالتواصل بالبحث عن المعلومات عن اللاعب شعروا عنده هذه النقطة فقالك لو جبناه رمينابل برمير ليغ وأول مباراة سيئة ممكن ينتهي اللاعب نوديه على أوروبا مكان أخف بعيد عن الإعلامي الضغط الإعلامي بل جيكا وشوي شوي من رجوع على إنجلترا وبرايتون فعليا لما تعاقد معاه قالك إحنا منراقب هذا اللاعب من أول ما بلش يلعب في اليابان إحنا مهتمين فيه وفعليا هو أيضا كان معروف وموجود في أولمبياد توكيو وبنعرف إنه لعب المباراة الميدالية البرونزية أمام المكسيك وخسرها وسجل ميتوما خلال البطولة هدف الإعارة جابت نتيجة اللاعب بلش يوف تقب نفسه سجل خمسة صنع أربع أهداف في الموسم الأول وعلى طول جماهير برايتون ضالبت إنه ييجي هذا اللاعب الموهوب يلعب بالفريق وفعليا هذا اللي صار واللي زاد هذه الضجة والضغوط الإعلامية والجماهيرية على هذه برايتون يرجع ميتوما إنه لزي اللعب ست دقايق مع أستراليا سجل قولين وهذه المباراة كانت في تصفيات كأس العالم عشان هيك الناس مهتم فيها فوصل ضجيج أثر هذا اللاعب وقدرته على المساهم بتأثير على النتائج بسرعة على برايتون اللي قرر استعادته بلش الموسم هذا مع برايتون وكان المدرب جرامبوتر وما كان أساسي زي ما بنعرف ثبت جاء ديزيربي وهو نتغير كل شيء في حياة اللعب الياباني أكثر شوي شوي صار لاعب أساسي شوي شوي صار لاعب لا غنى عنه بالفريق وقبل كأس العالم بشوي بلشت توصل إشارات إيجابية عنه اللاعب مسجل هدف في وولفرهامتون اللاعب صانع هدف أمام تشيلسي لما برايتون سعقهم أربع واحد اتعرض للإصابة وكان فيه خوف يغيب عن كأس العالم لكن لحقوا لعب وبنعرف أنه هو صاحب اللمس السحرية أمام إسبانيا اللي خلت الياباني تفوز وتتأهل وتخرج ألمانيا وبعد ما رجع ميتوما من كأس العالم تحول إلى كابتن سوباسا بين قسين ماجد اللي بنعرفه وياباني سجل خمس أهداف وصنع ثلاثة في أول 11 مباراة لعبهم بعد الحودة سجل هدف الفوز ضد لفربول في الكأس وراح في فريقه لنصف نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي وأكيد بتعرفه قصة ميتوما مع المراوغة وإن هي ربما أكثر قصة انتشرت له في السوشال ميديا بس هذا نازم ما ينسينا أنه هو لاعب مميز بصناعة اللعب عمله 31 تمريرة في الثرث الأخير 18 منهم داخلين منطقة الجزاء بشكل صحيح بس نسبة نجاحه في المراوغات رهيبة 50% 33 مراوغة ناجحة من 66 وهذه أعلى من نسب لاعبين إحنا بنعرف أنهم مهاريين امبابيك فارق وأيضا جونيور رغم أنه بيرعب بدوري أصعب من دورياته الآخرين اللي حكينا أسماءهم دوري بدني دوري احتكاكي وأيضا مراوغاته إيجابية هدفه بالمراوغة يروح لمنطقة الجزاء وللمرمى مش نايمار أيضا بيشرح ميتوما أنه لما يراوغ اللاعب بتعلم الدراسة اللي عملها اللي هي دراسة كيف اللاعب يتحرك لما يسلم الكرة وأيضا الدراسة اللي درسها في العلوم البدنية تاعته هادي أنه كيف بيخلي مركز ثقة لللاعب الخصم يمنعه يتحرك فيمر منه يعني فعليا هو بلعب بيكون قاعد بفكر هندسة مش كرة طبعا زي أي لاعب بتقلق في إنجلترا شهر شهرين وبصير كل الأندي الإنجليزية تطلع أخبار بدهيئة ديزير بيطلع حكا كلامهم قال أنت كلاعب يامي تومى إلك موسم أول لو أنا مكانك باستنى الموسم الثاني ثم أرحل الناس كثير بتنصحوا يكمل مع برايتون الموسم الجاي عشان لو طلع بعد موسم تألق واضح مع برايتون والموسم اللي بعده مع نادي كبير ما أعطى كثير ممكن الناس تنساه لكن لو تألق موسمين مع برايتون خبرته قراءته للمباريات تعوده على أجواء الملاعب حتكون أفضل من موسم موحد أيضا البعض بيقول استنى اضغط مع برايتون أنت إلك أمل تروح دوري أوروبي روح دوري أوروبي مع برايتون وإلحب أوروبا وإلحب دوري وإلحب بهاي المطولات اللي خلال الأسبوع وبعدين روح على نادي كبير واصبر لك موسم إضافي ممكن من تومى يفكر بالعكس يقول لو صبرت ممكن نطلع لعب ثاني لموسم الجاي ويتقلق ويخطف الأضواء مني فما يشتروني الأندي الكبيرة اللاعب هون دائما هذا أصعب قرار له متى يرحل من مستوى لمستوى أعلى بس الأكيد أنه ميتوما اللي عام له الآن ظاهرة في إنجلترا ظاهرة يابانية نصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة